لنزل في إيران حيث اتصعدت الاحتجاجات التي بدأت الجمعة الماضية في طهران ومناطق أخرى بسبب وفاة الفتاة الإيرانية مهسة أميني في السجن بعد احتجازها من جانب شرطة الأخلاق وأصبح وسم مهسة أميني واحدا من الأكثر تدولا على تويتر باللغة الفارسية إذ يواصل الإيرانيون التعبير عن غضبهم لوفاتها خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق المعنية بتطبيق القواعد الصارمة لارتداء الحجاب في البلاد وتوفيت أميني وهي تبلغ من العمر 22 عاما يوم الجمعة بعدما دخلت في غيبوبة عقب القاء القبض عليها في طهران الأسبوع الماضي